في أسواق المعادن النفيسة انخفضت أسعار الذهب مع استقرار سعر الدولار لتصل إلى 1740 دولار للأقية ومحليا سجل عيار الذهب 18 نحو 857 جنيه أما عيار الذهب 21 وصل سعره إلى 1000 جنيه بالنسبة لعيار الذهب 24 وصل سعره إلى 1147 جنيه أما عن سعر الجنيه الذهب وصل إلى 8000 جنيه في أسواق البترول العالمية هبطت أسعار النفط نحو دولار واحد في تعملات متقلبة بعد أن تغط المخاوف بشأن ركود وقيود الصين لمكافحة كورونا على المخاوف المستمرة بشأن نقص المعروض انخفضت العقود الأجلة لخام برينت نحو 82 سنتا أو ما يعادل 8 من 10 بالمئة ليصل إلى 106 دولارات و20 سنتا للبرميل عند التسوية كما انخفض خام غرب تكسيس الوسيط الأمريكي 1 دولار و4 سنتات أو 1 بالمئة ليصل إلى 103 دولارات و75 سنتا للبرميل لتصل إلى 3 دولارات و76 سنتا للتر كما ارتفعت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 66 من مئة بالمئة لتسجل نحو 6 دولارات و44 سنتا لكل مليون وحدة حرارية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة